اللاعب انت بسم الله ما شاء الله انت سافرت دورتين سنة كم وكام برشلونا واتلانطا برشلونا واتلانطا وانت بقى بعد منعبت بطلتين هل احساسك بعد افريقيا ايه ده يولومبو الجيمز دي من اعلى الحاجات اللي موجودة في في الرياضة كمة ها هققت في اطلانطا المديليا ايه اطلانطا اخذنا سادس سادس وفي برشلونا برشلونا دي كانت اول دورة اولمبية لينا اه اخذنا 11 كنا مع بعض في برشلونا كان فريق كانت حازم امام والمجموعة ديت اه لا كان هفتكرلك انا كان عقل وهادي خشبة وياس الريان والسويركي كانت شلة كبيرة ايه من المنتخبات اه لا كانت برضو من البطلات الجميلة لبرشلونا برشلونا منيه كانت اول حاجة لنا بقى اه اه احنا بقى راحين اولمبياد قاعد انت بقى عانك بورس بيكر جنبك كل نجوم الحالة كلها في اطلانتا كان من جنبك مايكل جوردون لا كان لها سامي وبيبن وماجيك جونسون لا حاجة جو تاني خالص حتى اللي قاعدة في القرية الولمبية نفسها حاجة مختلفة طبعا انا مش عاوز الكلام حاجة مختلفة طيب انت بقى لما بتيجي تحكي كده لولادك ان انا لعبت اتنين اولمبي جيمز بتحكي لهم ازاي اولمبي جيمز دي حاجة برا حاجة رهيبة بس هو لازم اللعيب نفسه او الشخص نفسه اللي بتتكلم معارفة الجزئية دي تكون فاهم القصة يعني ايه مقدر يعني ايه اولمبياد مقدر يعني ايه بطولة عالم اه فيعني انا مع اولادي ما بتكلمش في ال خلص في الرياضة في الرياضة كتير اه يعني انا عندي ابني بس مبروك يا بابي بتاعه كده بس خلص بيلعبش اه لا لا كان بيلعب باركور بس بطل الوقت يعني اه 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 لما انت كنتش بتشجعه على الرياضة والله كنت بشجعه بس هم انا الفترة اللي عادت فيها في الامارات فترة طويل اه بعدتهم شوية اه اه يعني برضو انت احداك عارف في الوقت الحالي مش ما تقدرش تسيب ابنك كده لا لا طبعا طبعا بلدائي مقاومة كتير في دخول مجال الرياضة فلازم بحد انت وتيلي عادت في منطقها في مصر كم سنة انا عادت من تلاتة وتمانين لحد ستة وتسعين ستة وتسعين انت وانت بتلعب في النادي الاهلي لعبت كم سنة في النادي الاهلي انا من نوع من بدايتي تلاتة وسبعين او اثنين وسبعين لحد ثمانية وتسعين نهاية ثمانية وتسعين هل اعتزلت محلي قبل الدولي ولا اعتزلت اعتزلت دولي قبل محلي دولي اه بعد اطلنطا بعد خلاص بك انتقولت دي بقى اقصى حاجة بقى اللى احنا وصلنا الى فمش مصدي مت الظبط اما تقررت اعتزالك في النادي titre لما لقت ان او خلاص مفيش ما بقاش عندك تومح تانى او هدف تانى ان انت بتسعاله اا اا انا اول سنتين مش هكتensen لبع لحظته انا اول سنتين لما جات من اطلنطا انا كان عندي يعني مشاكل مع المدرب اللى كان مسك المنتخب سعد اا مصري اا لأ كان كوستا اللي هو الإسباني الإسباني يعني مشاكل معنا ما عرفش إيه بس هو كان فيه مشكلة معاه مش مستلطفة مش خناء يعني أوه حاجة كده يعني قال كنت كابتن ساعتها ولا ما كابتن نعم كابتن نتخل مصر وكت عامل مستوى كويس وجدنا هنا بطولة الأهرام قبل ونطلع أطلنطا كنت عامل مستوى كويس جدا بس مهم يعني فجيت هنا في الدوري عملت 96-97 عملت أخدت أحسن العيب في مصر بس تفتقل أهرام إبدو والكلام دا كله سبعة وتسعين تمانية وتسعين نفس القصة يعني تاني تاني واحد وأنا أكبر واحد في المنظومة هيا سنة وعمل مستوى دو عمل مستوى هايلي يعني من أحسن للسنين اللي عملتها في حياتي في هل أنت حسيت إن في أجيال جديدة طلع فدي ممكن تأثر عليك لا أنا الحمد لله أنا كنت دايما متطور في الليامة يمكن دالي خلاني ألعب لحد يعني إحنا زمان كنت لعيبة ببطل 29-28-30 بالكتير بطلت سنك كم سنة؟ أنا بطلت 34-34 ونص ما شاء الله وكان لسه عندي قادر إن أنا استمر ولكن لما لقيت إن خلاص إنت ما فيش منتخبات ما فيش الكلام دا قلت إنت شبعت بقى بالمحالي وتاعي بقى بعض الموسم لعيبت المنتخب في المنتخب فلعيبت النادي بس اللي بتتمر فالعملية بتبقى صعبة طيب إمتى خدت قرار اعتزالك؟ هل لما حسيت بقى إن انت بدأت بمدرب المنتخب؟ ولا فكرت إن بقى فيه جيل جديد طالع وجيل جديد دا هيقعد الجيل دا فأنا عاوز أقول لهم شكرا قبل ما هم إيباك شكرا اللي اتنين بس أنا لقيت إن دا وقت مناسب إحنا كذبانين كل حاجة وفي نفس الوقت إن انت مفيش خلاص مفيش فرصة إنت تنضم للمنتخب مرة تانية خاصية إن الموضوع بعيد فخلاص ما بقاش فيه الهدف اللي انت يعني الطبوح خلاص قال لي عنه آه بالزبط فدي اللحظة هتلازم لازم اعتزم يعني لأنه كملت بالشكل دا هيبقى كرفي في النازل هيبقى بني هنا شكلي مش كويس قرار صعب؟ لكن أطبع طبع أخدت إزاي؟ أو قررت إزاي نك؟ أولت عادي؟ لا خلاص خلاص الموسم طلعا ما أكلمتش مع أي حد ما استشيرش أي حد فيها حاجة؟ أنت أخدت القرار من جواك وجي كابتن جمال بعدها جي قال لي قال لي عايز ترجع رجعك ومش عافيه وبتاعل طلعا كابتن جمال خلاص فأنا بتديت أخد سكة التدريب فأ قررت قررت أعمل لك ماتش اعتزال؟ أعملت ماتش اعتزال أعمين؟ منتخب الإمارات منتخب الإمارات منتخب الإمارات أجت مزبط نعم طيب لما أخدت قرار إعتزال وعملت مرات إعتزالك أحيانا في الإنسان ما بيجي يفكر بيعاوز يشوف طريقه هل هاشتغل في التدريب؟ اشتغل في الإدارة؟ هل هاشتغل شغل خاص؟ اشتغل إعلام؟ زي ما بعض الناس ما العود أعمل وفي ناس كتير قوي أنت فكرت زي ها أنت كنت بتعدي نفسك وانت بتلعب أنك عاوز تخش في مجال التدريب ولا مجال الإدارة؟ لا أنا كنت حابب التدريب أكتر أكتر؟ لأن أنا كنت شاف أن عندي حاجات أفكار وعندي يعني مهارات وكلام ده كله في التدريب أقدر أنقلها للعيب بشكل كويس وأنا اشتغلت في التدريب يعني مسكت شوية مع كابتن جمال وشوية مع كابتن عاصم أهلت نفسك قبل ما تخش التدريب؟ خدت دراسات؟ خدت دراسات هنا في مصر شوية وبعد كده طلعت لايفزيك خمس شهور أخدت دورة تاعة لايفزيك خمس شهور ورجعت هنا بقى ثاني كملت مع الأربعة وثمانين فريق أربعة وثمانين وخدت معهم بطولات يعني أول سنة خدنا بقى ثلاثين دوري وخصفنا نهائي منطقة وتاني سنة برضو خدنا معهم بطولات وبعد كده بقى يعني طلعت الإمارات طلعت الإمارات انت شايف إن لعب اليد أو الكورة أو أي لعبة من الألعاب ديت لما يبطل هل بيشتغل بخبراته اللي على مدار السنين اللي هو يشتغل بيها ولا لازم يقاهل نفسه علميا لازم يقاهل نفسه علميا إنه مهم جدا تأهيل العلم ده يعني احنا في حاجات وإحنا بندرس بتبتدي تربطها بالأحداث بتاعتك وانت بتلعب بانكش هتيجي على أفكارك كمان؟ بالضبط الحاجات في الحاجات البدنية والنفسية والكلام ده كله الحاجات دي لما بتيجي تدرسها غير نعم انت بتعملها آه بس هتعمل جزء منها لكن مش هتقدر تكملها هتلاقي نفسك وقفت عند حتة معينة فلو أنا ما طورتش نفسي كمدرب أو في أي مجال أواكب العصر أشوف إيه الجديد هتيجي عند مستوى معين هتبص نفسك وقفت وناس ثانية طلعت في إيه هل لعب كورتلياد ليه معيشة مخصوصة في أكله وشربه وحياته كلها؟ زي وزي أي الرياضي زي أي الرياضي؟ آه أي الرياضي مستوى عالي لازم لازم يبعليه حسنا كان يقولك إيه لعب كورتلياد ده بيأكل جامد أوي طب أقول لهم بيأكل جامد أوي عشان بيحرق جامد أوي آه ولأ وكمان نوعية الأكل كمان لازم إيه نوعية الأكل كنت بتاكلوا؟ لازم يفيه بروتين كتير بروتين؟ أنا بتكلم على الحاضر مكلمش على أيام نحنا لا وعلى أيام نحنا ما نبقى تكلم لا وعلى أيام نحنا ما نبقى تكلم أيام نك هتماشي فلو طعمية آه لا مكلمش لكن دلوقتي لما ابتدينا نعرف وأهمية البروتين والكلام ده كله وبعدين مع الحديد فلازم ياخد كميات بروتين عشان بتحرق جامد آه عشان يعوض العليات العضلية وكلام ده كله أول مشوارك في التدريب بدأت إيه؟ مع مين؟ وفين؟ بدأت في النادل الآن في النادل الآن؟ آه بدأت ما كنت في ألمانيا في ألمانيا؟ لما احترفت في ألمانيا كنت ماسك فرقة هناك احترفت في ألمانيا فترة؟ 89 آه عدت كم سنة؟ عدت سنة سنة؟ طبعا حياة مختلفة خالبا جدا ما هي دي من ضمن الحاجات اللي غيرت كتير في طريق تفكير في الرياضة يعني عشت في ألمانيا السنة ديت؟ لأ وانت فين في ألمانيا؟ في برونجوايك ها دي ناحية هونوفر والحتي ايو ايو غيرت ازاي يعني؟ طريقة التفكير طريقة اللعب اتزمك في التمرين في النوم في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة لا الحياة مختلفة الناس دي ما وصلتش من فراق يعني نفس طريقة التعامل مثلا انت بتلاقي قبل المطش تلاقيتنا معاك اتنين بيشتغلوا معاك مدلكين كل واحد بيشتغل عشان يشتغله مع الفرقة مش واحد بس وقلب أو مفيش لا مفيش مثلا دكتور انت في حاجة عندك تاخد معاك بتروح للدكتور بيشتغل بتروح بتاع المسير برا مش جوها الفرقة يعني الاندية ملتزمة مع دكتور ومع مسير مثلا بحتة معينة فانت بتروح مثلا كزا هتروح للدكتور من هو الدكتور مش قاعد معاك في الملعب معاك في الملعب بيبقى له الأخصائي اللي بيجي معاك المطشات بس نعم لكن في حاجة دكتور انت بتطلع للدكتور بيروح يشخص الحالة بتاعتك ويحولك بقى طيب الاندول كانوا بيلعبوا بيلعبوا أحيان ودلوقتي ومعرفش هالفوطابة الزمنية بتاعيبكو كانت